أصباح الخير اليوم شهر 3 في شهر 1-2023 الكثير من الناس بطبيعة الحديب و يدخلوا للصال في العام الجديد كداركم عارفين ذلك الحمس الأول و هي المفاقبات مزيان بني دمتريني في أي وقت ولا كلا لا أفكي لك أنت أول مرة سأقوم بالجين فأنا قد نقول لك بأن هذه النصائح هادورة من ذهب أول نصيحة لأنا تقوم بداية الكارديو الكارديو مجد تنسخة فهمتي الكارديو 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 تتسلل الحجرة وديك ساعد نفكر ماذا سنقوم بالأخص الغرض هو أن نكبر العضالة الثاني الذي ضروريه هو شادو باكس أحد الماكينة فيه تكون خدام كتسلية سريعة نحن بقى تب 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 أحد الماكينة ضروري بش ما يدد الكتاب واحد حيث الماكينة اللي يخدم جفاكة ولي ديال وقع ممكن أنك من اللي تسلية لأصال تزاو الدعم على كل طار حسرة ولي تديال وياك يخدم فيه شيء واحد وان شو ما معايبي لما كان طيب الفطار بزمارك وان شو ما صوشي طيب كثير وان شو ما سوف يفرد باكس دعوه أبراق شو ما نكمل وحدي الحاجة الأضرورية في أمر هذه الأنساب دائما دائما وسط السيوس سوف نشخص قم بإصلاع ذلك أصوات أيوة زيت هتراك هي كبيرة للمسكلي لما اقوم سيفية سريعة والمسكليات هي بكبيرة وعندما تت腳ed على أن تأكد شيء لا يتكلم وعندما تسخن الأساس سوف يتكلم عنه سوف يكبر السفر وعندما تتغير في السفر فأالا سوف يلطح THEM وعندما تدعم المسكين سوف يأتبون لمباشرهم ومع ذلك بس اصلا الماكل ديك غادي شم ديك الريحة هي ديك باش غادي عاود يتفكر بأنه وكنت ريني مزين وغايا عاود يتريني مزيان وكما قلت لكم رب هكاك باش يكبر الماكل اول ماكلار مشيشي حاجة ضروري يال اهم حاجة هو انه عندك واحد تلاتين دقيقة مور الحيصة بالضبط الى ماكلي يجيش فاع فرد ربكتران غادي صغار لك الماكل ما النعارة لكي همشي نتاكل فيه هاي وش هنقول لكم يلكتو كتديروا شي حاجة مناد شي فاسير اللي حسرا الماكلية اهم حاجة ولكن ما غدش نضروع لها في هذا الفيديو هذا الفيديو غا نحاول نحضر لكم غير ذاك شي اللي كتديرو فالعصال مهم اول حاجة اللي كنديرو قبل قاعد ما ممشي والعصال خصنا نكونوا عارفين شنو غادي نخدمو خصنا نقديم عاك شي ببروغرام تكون عارف تمارين اللي غادي تخدمو ببروغرامات را موجودين فابور فلانتان وانتو كنعرفوا حدررنا دي رسميتو فيه اتناس بداريجة رادي تلقوه في الانستغرام وذك شي حتي كندير شئ ببروغرامات تماما وطف الاخر دي للفيديو عادي نخلي لكم شئ ببروغرامات وتلقوه في صندوق الوصف مهم دبع انتين اللي وصلتي للعاصال عارفة شنو عادي تخدمي عندك البروغرام في التلفون تصور رسميات الالعيب اول حاجة تيخصنا نديروه هو ما التسخينات وهنا قاعد نجوز انواع ديالتسخينات من الاول ديالتسخينات هو اللي نسخن فيه درجة ديال الحرارة ديال الجسم ونزيده شوية دقات ديال القلب ديالنا وهنا نقدر ندير غير واحد خمسة صلى 10 دقائق يقدير واحد الكارديو مو ديري شوية خفيفة يقدر يكون ماشي سريع يقدر يكون تنقاذ يقدر يكون بكالاء مهم ولكن غير شي حاجة خفيفة مخصنيش نبدال لهت بزاف غير شوية غير نبدأ نطلع دقات القلب شوية بشوية ونسخن درجة ديال الحرارة ديالجسمي إذا بدأت نعرق شوية فمعليش ولكن ما خصتنيش كما قلت لكم الجهد راسي والتسخين الثاني فهو هذا التسخين اللي كنديرو العضالات اللي ناوي نخدمو بهم وغالبا تنسميه ديناميك ستريتشين فأتنجر انواع الثاني ديالستريتشين قين ستاتيك الحالة ديالي كتشوفو وعدنا ديناميك ستريتشين هو اللي كيكون واحد تمدير واحد الاستيطاع للعضالة ولكن في خلال الحركة بموفم وغالبا وأسهل طريقة اللي كتجيني أنا صراحة هو أنني كنمشي كنشد شي تمرين فهذاك الموسك اللي غادي نخدمه ويكون كومباوند وكنديرو بشي وزني كونخاوي ومن الأحسن من الأحسن أنها تكون ماشين باش كننقص بزاف وكنكنترولي ديالك شي وكنسخن العضالة ديالي مهم دابا سليسة تسخيناش وبغايش يتبدا كما قلت لكم في تليفون كعندك تسمية وعندك تصاور ديال العلايب لا ما عرفتيش كيف اشتخدم فثمية ديال تمرين غادي نمشي وغادي نضربه في يوتيوب وغادي نشوف ما نبقاش نجي ونقلس ونخرمز وندير شي حاجة اللي مكايناش اللي غا نضربه شي حاجة ولا مهم حاول أنك تفهم باش يكون شي يكون عارف ووقها قاعدة تكون عارف فرحنا ديما كنتعلم وراء نضرب عشرين عام في الألصال وديما غايجي شي واحد اللي غا يقدري وإليك شي حاجة اللي غا تقدر تفيدك بشي حاجة بشي حاجة بشي طريقة واحدة آخر فمثلا في البروغرام عندي تحتو مهم سكواد غا نجي في يوتيوب غا ندير سكواد جيم تيطوريال وغا نشوف شي فيديو في غير ربعين ثانية دقائقة وليش حاجة غا نشوف شي واحد كيف اشتوريني وغادي نديرو ومهم ان الصراح هذا البروغير بارخ الدام اليكس بديتو في فرنسا وحيث معجاز وهذا وخليت ولكن الله يتا غادي نعاود نشجد لكم تمرين بتمرين وغادي تلقاوهم في يوتيوب اه واحد حاجة واحدة اخرى فممكن انا يشوف بزاف دلا تيطوريال حيث مكيناش غير طريقة واحدة اللي صحيحة لكل تمرين فبزاف ديال الطرق يكونوا صحيح باش نخدم التمرين كيبخال حسب الفيزيولوجي ديالي كيفاش انا مصاب فاليزانسرسيون ديال الموسكل ديالي طول ديال الهيكل العظمي وشكل ديال الهيكل العظمي مهم بزاف ديال الحواج فتيتحكموا اف كيفاش غادي نخدم بطريقة امينة في الاول نقدر نستعن بشي واحد ليس يكون نفهم ولكن من بعد سنبدلن نخدم انا بالاحساس ديالي فانا شنو طريقة باش كنخدم هات التمرين اللي كتنفعني ولا اللي كنحس بها مزيانة بزاف اوكي ما قلت لكم فا اه ما كيناش طريقة واحدة اللي صحيحة باش كنخدم التمرين ولكن كين كينين بزاف ديال الطرق خاطئين اللي غادي يضروني الى كنت غادي نديرو اوكي ما قلت لكم هات تشير بالاخص في البداية حيطرا تقدر تدير شي حاجة غالطة وتضرب بشي بلاسة وغادي تقنف وإلا ديال نفتي فغات تمشي للدار ما غات عادي تترجع التريني وغات تضاق داي معك اصابة ما انت بجسم ديالكسالي مكيم ماجا ما انت قدر تفور مأضم كي ما تقول واحد المثل ما احنا بشريحة ما احنا بقزة يبسي صحيحة وهادش لا يخليني ندوز من القطة الجاية فهي اي لا كانت مهم الحالة المادية مزيانا فصراحة ممكن انك تتعم بشي كوتش اللي قد يوريك كيفاش تريني في العاصل هاتشي لا كان زي ما كوتش فيزيك وكان ينديا يصال بحال اللي كانت تريني فأنا اللي صراحة مهم كان قرام داين بانا اللي كوتش ديالنا فأما في الديس بوزيسيون ديالكم اي انكم اللي حصلتوا بشي حاجة ولا لبغيتهم يوريكم تنو تخدموا لشي حاجة ممكن انكم تمشيوا وتضربوا معهم كان يقولوا و كوتش اللي كي ديروا معك مثلا واحد العدد ديال حيزة الشهرين اللي غادي تخلصهم في العاصل فيزيك هدا كنا نعضر على اللي كوتش اللي غادي يوريك طريقة ديال التمرين في العاصل وحاك نشوف صراحة حال من كوتش في بزاف ديال بلايس كي ورري بطرق غالطين وممكن قدرش نعضر ولا كيرا المهم بحدي على الاقل كنا كنت ديالله بادي فالكوتش غادي يكون شوية فمتي غادي يوريك أحسن من اللي انت غادي تخرمزه ولا صراحة يلا بلكمشي واحد ناضي زي ما ت ممكن تسوله ولا صراحة بزاف رات يكونوا ضريفين ودك شي غير هو كان شي واحد يكون مكونسنترية دير كاسك حاني وقتنام دير الخبرة حالي انا فحب هذا لوبنا ولا علا الشي مرات شي واحدين يكونوا مثلا نجعين مكونسنترين ما تقدرش تجيو تهرسوا مثلا موسط السيري ولا شي حاجة إلا الشي مثلا الحبس كي يهضار ولا علا الشي مثلا انت خدم شي ماشي اللي انت غادي تخدمه ممكن انك توقف وتشوف قولوا عافك وش نخدم معاكم ليش كنا تخدم قولوا عافك وش تقدر تشوف الياه دوش صحيح ولا شي حاجة وصافي عاد الشي اللي يكاين نضربوا شوي دي البيض بش انتو ما ترتاخوا شوي تراه بزاف دي الهضر ووحد الحاجة وحده خرفها ما فا باسي لابديتو بلاي ماشين بالاخص إلا كنتو عمركم درسو الشي رياضة قبل مثلا اي كيدو جراب لكن انتو فهمتين من الميوسكل عندكم ضعف فمن الاحسن من الاحسن انكم تبدو بلاي ماشين فتكونوا اسيستة بزاف كتقدروا الترينيوم شوية كتقدروا تزيدوا بالوزن شوية بشوية بشوية ونيتكي قويوا لكم الميوسكل باش تقدروا تديروا لازاكزيرسيز كومبوزي ويلا لازاكزيرسيز كومبوزي فرع موهما بزاف وشربوهم قدرتوا تبدو باهم ورقيتوا بأنكم كتب فارفكسيوني والخدمة فنبدأ باهم إلا ما كانش مشي مشكل أنني ندير الماشين وانتو ويجعليني نزيد النقطة الجاية فهي ماشي ضروري أنني نبدو اللي اجزيرسيز فمثلا عندي اليوم حسن دي رجلين أحسن تمرين دي رجلين غيبقى هو سكوات ولكن اللي نفترض مثلا أنا مع مرة ترينيات قبل ما كان قدرش ندير سكوات مزيان كنحني بدهاري معوق كان بدهن ندير ما كان حنيش مزيان كنهزل شوية ديالي مازال ما المسكي ديالي مازال ما غيقدرش وخا حاولت وحاولت وحاولت تراسيب أنني بعيد بزاف وخاز ما حاولي خدم معي الكوتش ف ما قدرناش فهنا امشي وغاد ندير لغ برس مهم إلا قدرت ندير سكوات فممكن ندير الحصة ديالي كاملة سكوات مثلا ندير 11 و 15 سيرية ديالس كنقول لك سيرية دونك سيرية اللولة فمثلا 11 لتكرار و 15 لتكرار وخطو يكون نفس الوزن بارة خاوية ولا لا قدرت نزيد شوية الوزن مهم ممكن أن لحصة كاملة ولا موسكي الواحد نخدمه بنفس التمرين وصرتوه إلا كانت تمرين كي قاسلية البلايس كاملين فهناك ونهان يبقى انك غادي سكبر غادي سكبر ت بدأت ديال التمرين ففاهم اللي كتبدا تقولي عفوصي عاكين شي حويج لي مثلا كتكاثوم كسر بواحد الفارياصيون وحده ديال التمرين وواحد حاجة اخر فهو باش كنحيدوا المعلان شوية وحاجة اخرى وثاني باش انا كنخدمه تلك كتابة كثيرا لتكرار اما باش يكبر المسكل فاناك تشد تمرين واحد اللي كي يخدم لك هذا المسكله زيان وغا تغطي صليا ما تهمش انك أتهمش كتشب تتلوه تخدم بها تلسنين 4 سنين 5 سنين 7 سنين تخدم بها حيا كاملة هذا التمرين يبقى و تتكلم به و تزيد في الأوزان و لكننا نستطيع أن نقول لك بأنك ستيكي الواحد جوج و تلازة ديال التمرين كبار و من يتقدرون وتعودهم فأول شيء سوف تتكلم على التكنيك دياله لا تقلق من التمرين للتمرين فمثلا سكوات يتخدم هذا الحصة في عشرات سريات الحصة جاية عشرات سريات يتطير في سكوات تتفهم التكنيك مزيان كيف تتخدم سكوات وبالتالي يكتوى الميكانيزم سكوات كيف يحافظه وبالتالي تتولي التركيز كثير على المسكلي كيف تتخدمه و تقدر تزيد الأوزان كثيرا حيث تعقلك و تحفظ هذا الميكانيزم دياله و تطلع بديك التعريق و المهم كميتان قوله في الشرلو هو الحصة ديال الرجلين يتخدم غير سكوات لماذا أصلا كما قلت لكم سكوات يتخدمون رجلين كاملين كتخدم الجسم كامل تقريبا و ليس غير رجلين و مع اكزارتيس كومبوزي يتخدم فيه بزاف و تقدر تزيد فيه بزاف ديال الأوزان فكون هيني غادي تكبر بيه بطريقة كبيرة الحيثة ديال الكتاف هنخدم مثلا الميلي تاريب برس يا إما بالإزالتير ولا بالبارة ولا بالماشين كما قلت لكم لكن في الأول ما كان عارف الحيثة ديال الصدر غادي نخدم مثلا البار اكو الديفلو بيكو الشيء عادي البنش برس وتعوى لما كنتش نقدر نخدم بالبارة نخدم بالإزالتير ولا نخدم بماشين لما قدرت التوحدة من هادو الحيثة ديال الظهر نقدر نجمع ما بين الديد ليفت مثلا عندي خمستاش سيرية في طوطال ديال الحيثة غادي ندير مثلا واحد ثمانية ديال الديد ليفت اللي هي اللي كان هزم اللارض وندير واحد ثمانية ديال لات بول داون اللي هي ديك ماشين اللي كان عبط هنا والأرمز قريبا غا تكون كتخدمهم هنا ولا في الشهر الأول ما شي مشكل حيث را كي تخدموا تانويين وغادي تحسبهم زيان في هذوك الأخرين في التريسابس كي تخدم مع السدر ومع الكتاف ومع الكتاف ورقيت تخدم في ديك اللي تبول داونه لكن ممكن نزيد واحد جوز سريعة او ثلاثة وليك المهمة لكي نضلكم من الشهر الأول كنحاولو نخدمو الأساسيات كنحاولو نخدمو لأكزيرسيس كومبوزة ونحاولو كما تلك اللسقه في تمرين واحد باش نماستروا تكنيك ديالو ولكن صراحة إلا تخلوش نحصة كاملة وتقوش هادين بلعصة واحدة حاولو بنادم اللي يجي خلووا يخدم معاكم مفاعة باس وهذا يخلينا ندوزو النقطة الجاية اللي هي تكنيك أهم الوزن فنحاول أنني نحسن التكنيك ديالي قبل ما نبدأ نزيد الأوزان ديالا شارج باش كنخدم وغاب شوية فراكم يا الله بادي ما تقولش بأننا نشوف مثلا شي واحد وليه وحدك تضرب بشي أوزان خيالية ونجي ونبغي ندير بحاله ونرى يا الله بادي كله يمشي على قد جهدو فهو يقدر مثلا ولا هي تقدر تكون مثلا كتوفهم كيدربو بمئة كيلو ولكنه مرى النورمال مول ماكس دياله مرى يقدروا يدربو بمئتين اوش انت غديوا تبغي تتعاند معا متي الله بادي ولانتي الله بادي مثلا نجينا نطلع بشوية بشوية ومارا تلقى مضار بين ثلاثنين ربع سنين خمس سنين عشر سنين ونرى ما كيامش لوقت رأى شوفوا هاد الرياضة هذه الحياة ما تكونش داخل باش باغي واحد الوبشيكتي فهنا ديال ما تكون داخل باش انك تبدل لحياة ديالك تعلم بزاف ديال الحويش وانك صافي انك تدير واحد الرياضة بحال هذا والبروغنيس يبقى غادي وكيجي معلو وقت وكل واحد كيختلف كيفاش كيستجبليه الجسم دياله والمهم الشباب اللي استعمل شي ماشين طبعية الحال يرجع في مكان اللي يخز شي ألطيراس يرجع مرصوم ديالك مهم اي حاجو حاول انك كما جيسي الحاجة تلقاها وترجعها حيث صراحة شي رغير من الاداب وصافي ما تقولش باننا اللا هذي ماشي خدمتها اخبرتك صراحة صراحة استعملت شي ماشي فرمال احسن انك تشدت وترجع نقولو ان سيدي ان ديالك اللي يخصمي ديرا ديالك ممكنش هو يبقى تابعك مثلا وممكنش يتبعوا كل واحد انا هزيز آلطيرا ومشي تقومت بها في واحد الماشين وخزنتها حطيتها لتحت ما تبانش انا نجي مثلا نبغي نخدم بده كل أشراوات اخصن نقل بلاصة كاملة وبدن نضع تكذلك مرة اخرى تباتي هذه المشكلة بشكل قد تعمل بلاصة كاملة في كل لديك مخزون انتك تقلب عليهم تظهر لي بالمضار حسنا كامل ضمنة في وقاتل في وقاتل طيرات تصمل بلاصة الكراك في انت كناك كذلك اذا هدامك مشطر يقدم مثلا أتقدر شو يتعقيل اضع ينفذ لنا مثلا لا يجب أن يبقى أحد المشاكة لكي تنفذ مخدام ومخدام فيديو المشاكة اعفاكم خويفة اضعوها غير شبية ومخدام نفسك ستختار ويقوم بلغة تدرك الجاهد لا يستخدم وهذا الشي باش يكون واحد المكان فينا نترينيوم مزيان وكل شي بوامتي يجي كي يكون عنده بزاف الحوايج برا كي يجي كي يبغي يدفو ولا ثم نحاول نخلي ودك المكان شوية بوزيتيف بحالك وده بخلاص مني قربنا نسالي وما تنسوش قام بحاجة في الغواج ممكن نأس لكن بحاجة هادو كي عصبو ولكن صراحة صراحة نخصني مني نكون كنخدم كالواحد التكنيك دي التنفس هادو كي ندلعي تناس فيديو دي البوحدة فا قد ندلع كيف نكون كنت ننفس وشي مرة ممكن نخرجو محاولة بحاجة بحاجة ولكن فمتي تختلف من واحد لواحد ولكن را كاين فمتي غير هو ما نزيدش فيها ما نزيدش فيك عدد كي تلقى اخدام خمسة وقاس تغوو ترعرع مشي تغوو ترعرع واذاك لي معتوه تحفظو زي ملمشي فهذاك بوحده اه ممكن تدركك ممكن انك تحفظه فمتي بتصفاق و بشوية بحالك ولكن بلا ما الدرانجي والناس اللي معكم فهنا مشي بوحدكم اللي كان ينتمه غير بحالك والغوات مشي مشكل مشي غوات دوك الاصوات مشي مشكل في الحدود ولا مرة فمتي لك تتخدم ماشي انت صحبه من التسخان وانت كتر عرع ورا ما يمكنش غير معقول ايوه وادا كان معكم صبعين فيتناس الدريجة وهم بقى معكم ديما وانسيس بدا البروغرامات كما اكتليكم اما الانية غدي تلقاون في صندوق الوصف ديال البروغرامات اللي ديرهم في انستغرام تلا بتشتكليه بتاحت الكريات